بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من كتاب التاريخ وهو بعنوان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه دعونا نتعرف إلى الخليفة عثمان بن عفان هو ثالث الخليفاء الراشدين فالأول هو أبو بكر والثاني هو عمر بن الخطاب والثالث هو عثمان بن عفان وهو أحد العشر المبشرين بالجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر عشر صحابة أنهم سيدخلون الجنة منهم عثمان بن عفان أسلم عثمان على يد أبي بكر الصديق واستمرت خلافته من ثلاثة وعشرين هجري إلى خمسة وثلاثين هجري من ستمية وثلاثة واربعين إلى ستمية وخمسة وخمسين ميلادي أي أنه كان خليفة من المسلمين مدة إثنت عشر سنة هو عثمان بن عفان بن العص ينسب إلى قبيلة بني أمية وهي أحد قبائل قريش ما هي ألقابه؟ لقب بذي الهجرتين علل لهجرته إلى الحبشة والمدينة المنورة ولقب بذي النورين علل لزواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم ما هي صفات عثمان بن عفان؟ أولا الكرم فقد جهز عثمان ثلثة جيش العسرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك واشترى بئر الرومة وتبرع بقافل الطعام كامل للمسلمين في عام المجاعة من صفاته أيضا الحياء العدل الفطنة الحلم والتواضع ثانيا مبايعته بالخلافة كيف أصبح عثمان بن عفان خليفة للمسلمين؟ بعد أن تعن الخليفة عمر بن خطاب وهو يؤدي صلاة الفجر ويؤم المسلمين اختار قبل وفاته ستة من الصحابة وهم من بقي من العشر المبشرين بالجنة عرف عن هؤلاء الستة الرأي من أهل الشورى واختارهم للتشاور فيما بينهم حتى يختاروا أحدا منهم حتى يتولى منصب الخلافة بعد عثمان بعد عمر بن خطاب إذن هؤلاء الستة اختارهم عمر بن خطاب حتى يختاروا واحدا منهم ليصبح خليفة بعد عمر وبعد أن تداولوا فيما بينهم هؤلاء الستة تم اختيار عثمان بن عفان خليفة للمسلمين وبايعه المسلمون على الخلافة لتوليها بعد وفاة عمر بن خطاب ما هي أعماله؟ الخليفة عثمان بن عفان قام بعدد من الأعمال الهامة حتى ينظم أمور المجتمع الإسلامي ومنها من أعماله إدارة شؤون الدولة المالية وقام بتنظيم الأمور المالية في الدبلة الإسلامية وعين ولاه للمناطق الجديدة في الدولة من أعمال عثمان بن عفان أنه أمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وهذا المصحف يكون على لهجة أهل قريش ووزعه على الأمصار علل لماذا فعل عثمان بن عفان ذلك بهدف توحيد المسلمين على مصحف واحد وأطلق على هذا المصحف اسم مصحف عثمان قام عثمان بن عفان أيضا ببناء الأسطول البحري الإسلامي فهو أول من أمر ببناء سفن للمسلمين حتى يحاربوا بها في البحر علل حتى يحمي الشواطئ الإسلامية من غزو الدولة البيزنطية إلى هنا تنتهي حصتنا نلتقي الحصة المقبلة بإذن الله أعطيكم ألف عافية شكرا للمسلمين